اشتركوا في القناة 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 اه اه اشتركوا في القناة 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 من زماني الكريمة كنت مجنون جدا بالكورة يعني انا لو جيت لحد دلوقتي في البيت عندي هتلاقي مجلات 4-4-2 وماتش وفرانس فوتبول وارسنال ومان يونايتد الحاجات كانت بتباعها في صور الأسباكية طبعا بتنزليناها بعدها بشهرين تراتة بساكت راح اشتريها يعني عايز اجيب صور هنا لي وصور نوان كوكانو و بير كامبو ومش عارف ايه والحاجات دي موم التلو اه انا بحب الكورة جدا هو كان يتكلم معي في الكورة فقال لي انت بتشغلت في الكورة ليه قلت له الله انا نفسي جدا فقال لي طب ما تيجي تعمل تست كاميرا في المكان انت روحت كان في ناس كتيرة جدا جدا وانا كنت اصغر واحد تقريبا موجود فقامل تست كاميرا فقال لي انت معانا ان شاء الله بس اكت عالي صغير بقى طبعا مفرمتش هو قالك لي اصلا معانا اه فقال لي انت كويس وشاطر ومش عارف ايه بس انا طبعا عشان يعني فكرة ان انا اشتغل دي كانت محتاج ان انا اكون مخلص دراسة وان انا اكون مخلص ورق بقى كتير اوي بتاعوا كان موضوعنا مش متاحة ان اكون كتير صغار جدا فبالتالي بدأوا يودوني ان انا اروح اشتغل في مكان لي علاقة بالكورة برده بس مش يعني مش اون كادر يعني او مش اون كاميرا يعني يعني خلوني اشتغل في مكان ويب سايت وهعمل فيديو صغيرة كده وانتدى اكتب مقالاته واخباره وبقيت اشتغل في المكان ده وبعد كده بقى خرجت ان انا طبعا يعني الدايرة خالصة انت دخلت في السيركل بتاعت الناس بقى اللي هتعرفك بالمسؤولين في الحاجات دي فالناس بدأت تعرفني فحد تكلمني في القاهرة والناس روحت شغلت في قناة القاهرة والناس بعد كده بقى لفيت بقى رفة كبيرة جدا بقى في شوية قنوات كده لحد بقى مربنا كرم يعني الواحد يتعرف الى حد ما جامد يعني الحمدالله كنت حاضر معا بفضلا القاهرة والناس нитعه juf كنا على طول في الملعب كنا على طول في الملعب لأ أنا ماشتغلش في قاهرة والناس لأ انا رحل بس أنا رحت صدق اه انت لما رحت صدق انا كنت ابيه البيئة ايه Free والله العظيم نفس احشغل معا طيب شغل ابرائیم انت راجع من كهس عامل اندير من الاهلي تقطيع ملهاش حل كل مباراة شوف مثلا بتاع عشرين لقاء يعني أنا أفهم الراجل لما بيخطف لقاء واللقائين يا دي الهنى ويا دي السعادة ألاقي فيه عشرين لقاء مثلا فيه رقم يعني فيه رقم ضغم إحنا في شواناتنا دا تشعر حاكم تبقى عارفين مثلا معنا مرايس الشاطر يروح يعمل ثلاثة أربع لقاءات حلوين كده يبقى تمام كده تعشت وتمام هو الراجل كان بيعمل بالجملة يعني إيه الكواليس? إنت بتعمل إيه? إزاي يعني قدرت تتعمل كل شاطرة والنجاح دا? البطولة دي والبطولات اللي قبلها بس خيناها في البطولة الأخيرة لا دي أحلى بطولة يعني دي أنا روحت تكسل عالم في روسيا كنت موجود معنا يا كريم في روسيا وكانت تكسل أمم هنا دول المفروض اللي هم أهم بطولتين يعني في حياة الواحد كسل عالم روسيا وكانت بطولة con坐 المصر كنت مع المنتخب في البطولتين طبعا كنت مع المنتخب في البطولتين بس انت الظروف ما خدمتش خالص هقول لك على حاجة يعني ما كنت قال أم السفرية لأن انت بتتكلم بقى في شغل وبتتكلم في حاجات الأهلي رايح البطولة يعني الناس بتقول يا رب لو الأهلي عملتها كويسة أول مرتش يتغلي بواحد فرقة كاملة مش موجودة فرقة بتغيرتها انت بتتكلم في 14 لعيب فرقة تانية تتلعب مع فرقة مش قليلة وفرقة كبيرة فرقة كبيرة كمان وكسبك مرتين في البطولة كسبك مرة خمسة واحد وتقريبا مرة اربعة اتنين او تلاتة واحد كده حاجة زي كده يعني فانت بتتكلم في أجواء صعبة جدا والله وانا في الطيارة قلت لأ أكيد ربنا هيكرم قلت لأ مش كل حاجة مهمة أطلعها أو كل حاجة جاملة أطلعها الظروف مش هتخدمني طبعا نفسك لقى ليكسى ونفسك لقى ليكسى بس انت مصص لنفسك اللي هو اي ما انت عايز شغل بقى عايز اعمل شغل ما انت عايز شغل انت ما فيش حاجة تخدمك غير الفرقة اللي انت رايح بتغطيها من بردك أهلي زي مالك اسماعيل اي فرقة تكسب طبعا تكسب عشان انت تعمل لقاءات صحيح فهو المارش الأولاني الحمد لله يعني ربنا يعني الحمد لله لأهلي كسب وربنا كرام فانت كده انت قاعد لغاية آخر البطولة فانت اشتغل بقى ووري نفسك للناس بقى ووري شغلك وكمان انت الانظار كلها كانت في الكاميرون ناس كلها هنكل الشعب المصري كله كل العرب هناك كله بص على الكاميرون مش بص عندك خالص فاللي انت لازم تعمل تعمل شغلك ووراء ربنا كرام يعني ايه طب ايه من الحاجات اللي ايه الناس ما شفتهاش على الهوى طبيعي في اللقاءات وشفتها انت بره الهوى يعني انت في بعينك كمراسي بتبقى شايف أحداث وكواليس كثيرة جدا ايه من الحاداث وكواليس الفبوتها دي الناس ممكن ما شفتهاش بعينيها بس ممكن نسمعها دلوقتي تبقى احداث إيجابية ومحترمة اول حاجة يعني اول حاجة اللي انت بتتكلم فيها كريم اللي هو اللقاءات اللي واحد عملها يعني كنت بخش بدخل بعد ما ماتش ما يخص بحوالي نص ساعة يعني اللعيبة كلها مشت اللعيبة كلها طلعت يعني انت بتدخل بعدها بنص ساعة هناك رولز ونظام وكلام من ده بتوقف بالتيكت بتاعتك بتوقف ويتنج فتخش بعدها بنص ساعة انت محدش بيشوف الكلام ده دي يعني دي نقطة الحاجات التانية يعني مثلا في ماتش بالميرس البرازيلي محمد الشناوي كان لسه جاي بقاله يوم الحارس بتاع بالميرس لمح محمد الشناوي كان واقف معايا واقف بيتكلم معايا فالحارس شافه جيه هو بيتكلم برتغالي ما بيتكلمش انجلش والشناوي بيكلمه بالانجليز لا ده فاهم ده ولا ده فاهم ده مهم اللي هو كانوا بيتكلمه بيتطمن على الشناوي بالاشارة بيتطمن على رجله بيقوله رجلك رجلك عاملة ايه وبيتكلم معا لعيبة لعيبة بالميرس ومونتيري بعد الماتش هم بيبدلوا تشيرتاتهم على عيبة الاهل وبيتسلموا مع بعض الكلام ده كلهم تواقف وكل ده قدامك الله اه والله هم داخلين وعندك اللقطات اللي حصلت في الماتش يعني حتى ده أنا قلت لاطت ايمن اشرف مع مع محمد محمود وهو بيديلوا لميداليا اه اللعيبة كانت وقفة برة اللعيبة كلها كانت وقفة برة برة للملعب و Riviera اللعيبة اللي كانت برة القيمة كان الشناوي ومحمد محمود وبيرستاو وحصام حسن ومعهم الإقداريين راحوا جابوهم لعيبة الاهل يجعون جابوهم وايمن اشرف ادى الميداليا لمحمد محمود ودخلوا يتصاروا معهم الحاجات دي بتبقاك حلوة الحاجات دي بتبين لك الروح وبتبين لك الشكل لعبت إلى الأهلي أول ما جدت القتيل لما قالوا لأول ما دخل وخالوا ما سنلعب بكرة يعني لعبت إلى الأهلي جاي يοςيدين عشر ونص وانت نمضت بكرة الساعة 6 أول ما دخلوا أول ما دخلوا كده القتيل هذه الجهاز الفني تاكل بلعب بهم يستقبل τον Incredible قالوا له ما حنالعب بكرة و هنقعدوا شافوا من يمكن وشافوا من هيبدأ وشافوا من هيالعب تتكلم فى نقط فى نقط كتير جدا يعني على ديانج فين؟ كانت بيسأل على ديانج فين عشان يروح يتصور معاه آه في الماتش في التسليم لا كانت بطولة كانت حلوة والأجواء بتاعتها كانت حلوة قوي والظروف اللي بتخدم انت بتتكلم على المراسل شاطر أو مش شاطر لو الظروف خدمته انت بتعمل عليك لكن الفرقة اللي انت رايح انا مثلا انا طالع مع المنتخب بتتكلم في كاس العالم لو كان فاضل دقيقتين ويخلص ماتش ورجوية عادل صفر صفر قبل ما يدخل فينا الجنب في اخر دقيقة انت بتتعمل لقاءات للتاريخ ان انت اول مشاركة للمنتخب من 28 سنة بتلعب اول ماتش ودام ورجوية فرقة مرعبة فرقة مرعبة بمعنى الكلمة محمد صلاح مش موجود وبتتعادل لا بس انت ظروف بخدمتكش انت عياط عياط يا كريم بعد الجنب بتاع ورجوية ده والله العظيمة نعياط عياط لكن الجنب ده خلفية اه والله العظيمة انت اصول بيعيط دبل احنا عياطنا هنا عشان منتخبه عشان شغله اه اه عشان شغله لا انا كمان انا الحتة بتاعت المنتخب دي سواء اي فرقة بشجعها لا انا عندي المنتخب ده حاجة تانية خالص طبعا انا اقول لكم على حاجة والله بعد ماتش الجزائر بتاع السودان انا عدت ست شهور ما بتفرج على كور ست شهور والله ست شهور ما بتفرج على كور يعني كسبنا كاس الأمم بعدها بشهرين والله ما سقفت على جون لك النفس المنتخب ده يروح كاس العالم فانا بالنسبة لي المنتخب لا المنتخب حاجة تانية خالص حلوة كباريس اوي ابراهيم بالمناسبة عني من الناس الشطرة جدا جدا مش بقول كده عشان احنا اصحاب يعني بس انا بقولك ان كل واحد في المرسلين دايما هتلاقي كل واحد عنده ميزة ابراهيم في ميزة حلو قوي ابراهيم بيحب الشغل جدا دقوب جدا يعني ممكن تلاقيه بدأ يزنق نفسه كده في حاجة في المتش تلاقيه دخل نفسه كده في حاجة عشان يطلع منها حاجة معينة اللي مش طر جدا مش هو بس الحقيق يعني كل المرسلين بأمانة يعني الواحد يشتغل مع ناس كتير جدا انا بشوف ان كل واحد عنده ميزة انت قلت نقطة مهمة جدا في جيل حالي دلوقتي كده من المرسلين والناس من احظة ده هو مش بس جيل بيحب بعضه لا هو جيل كمان مؤهل اهم نقطة اللي انت قلتها اول احد دي ان هو بيحب بعضه دي حاجة مهمة واحدة يعني انتو مش مش اوله في قناة واحدة لا بس انا انا عارف ان انتو اصدقاء جدا مش اوله وممكن يبقى في ايه اه يعني تمام احنا على هوا اصحاب طبعا طبعا يعني سيمناك كمان باللازم كل حاجة تبوزة اتفضلك طب على الاقل بقوله طب العلاقة بينكم العلاقة بينكم عظيمة جدا الجيل كله اللي علاقة بيننا عظيمة وانا كمان بضيف عليه انه مؤهل الكلمة مؤهل دي انه ازاي يعرف يعني يعرف يعني ميكس الزون يعرف ازاي يقف في اماكن يعمل منها لقاءات يعرف لما كانوا يخش يعمل لقاء مع حد ابراهيم يستنى الحد ما اعترم بعض في تفاصيل كده بقت واضحة للناس بشكل كبير جدا طيب كان انا عايز اخدك فيه زاوية اخرى مش زاوية بطولات بس زاوية كواليس لقاءات ايه اللقاء اللي انت عملته ما تنسهوش هيتقول ده مثلا اللقاء اللي انا حطه في السمي وبود اهم لقاء بالنسبة دي بص هونا الحقيقة فيه لقائين مهمين جدا يعني دول اكتر لقائين انا فاكرهم كويس رينرد واحد منهم لا طبعا رينرد لا مش رينرد لا كان يعني اهم اهم حاجة كانت بالنسبة لي ان انا كان اول شغل ليا في مكان يعني كنت روحت قناة كده مع الكابتن احمد شوير يعني طبعا حب اشكره جدا يعني اتح لي فرصة كبيرة جدا ان انا يعني ابقى في المكان ده فاول لقاء ليا كريم انت متخيل ان كنت بغطي مباراة بين اصدقاء روبيرتو كارلوس واصدقاء حزم امام فاصدقاء حزم امام مين بقى عمر زاكي احمد حسن طبعا محافظة القابل كل الكابتن عبدالسطار صبري عسام الحضري وحزم امام اساتير الكرام مصري بالضبط اصدقاء روبيرتو كارلوس روبيرتو كارلوس مشيل سالجادو ديكو روبير بريز وفيتور بايا بتاع الساحل ده صلى انا بص ربنا كرمني اليوم ده ان انا عملت لقاءات مع كل الناس فانت متخلين اول لقاء لك اول شغل لك انا فاكلا كويس جدا ان انا اتزعر لتقرير 16 دقيقة لان انا اتكلمت مع ديكو في كل حاجة روبيرتو بريز بقى ايه لقيتو بيتكلم معي فكلمتو على النيني انت كنت واحد من الاساطير ارسنال ايه رأيك في النيني وهل النيني فعلا الناس مقتنع بي جدا قال لي اه طبعا احنا شايفينه رعيب كبير فيترو بايا مثلا واحد حارس مرمى متخد بورتغال وبرتغال بورتغال بورتغالي فسألته على كريستان رونالدو ايه بكريستان رونالدو ايه اللي بيميزه ليه هو بقى رقم واحد في العالم حاجات بقى من الشكل ده روبيرتو كارلوس سالجادو حتى سالجادو كلمت معنا مثلا يعني موضوع انه هو متجوز بنت في تورنتينو بريز فكنت بكلمه هل انت كنت بتتعرض لمضايقات مثلا بسبب ان انت بكريت ريان مدريد الناس بتقول عليك ان انت بتلعب في ريان مدريد بسبب ان انت يعني حماكي واعتبر رئيس نادر ريان مدريد فدي كان حاجة جمتش الكلام قول بالواسطة اه دي حاجة مهمة جدا فده كان بالنسبة لي كان حاجة نوارت معي قوي لان كان اول شغل ليك في مكان انت عارف ده لما بتروح تحط بصمة كريم في مكان انت لسه رايحه موضوع بيفري معك قوي تبديل حاجة الاولانية بس انت هتولي لحاجة تانية انت وطري في لقاءة تانية بس انا عجبني من اللي انت قلته حاجة مهمة جدا برضو لها جزء في كثير من المرسلين الان فكرة ان المرأس اللي رايح يذاكر اللي هو رايح مذاكر مش المرأس اللي رايح يمسك مايك وكاميرا ويروح يسأل الراجل انت شغورك ايه بعد ما كسبنا عدين احنا الحاجات دي دلوقتي لأ المرأس اللي عنده ثقافة يقدر يسأل في امور فنية يقدر يسأل في امور معلوماتية زي اللي انت سألت فيها فدي برضو نقطة اجابية جدا بصراحة في كثير من المرأس اللي حاليا طبعا ودي حاجة برضو يا كريم انا عايز اكمل على كلامك فعلا زي ما انت قلت احنا فيه جيل دلوقتي موجود من المرأس اللي يعني بلس ان هم بيحبوا بعض هم كمان كلهم شاطرين جدا بصراحة يعني لحاجة ما قدرش ان كرع لان فعلا الناس بتتفرج على المرأس انا بشوف دلوقتي المرأس اللي قاعد بتتفرج على المباراة يا كريم هو شايف كويس جدا الفرع اللي قدوم دي بتلعب ازاي ايوه فبينزل يقولك انت النهاردة لما ساي مسلا بيتسو موسيماني حرقك من مركز الوينج باك دخلك نص الملعب انت بقيت مش كويس اوي فبيتكلم معك في حاجات المدارب تليه لعبت النهاردة بيتكلم معك بقى في حاجات فنية مكادش بتحصل زمان انت زمان كانت الناس بتخش تقولك مثلا تقول ايه بعد الفوز ورأيك ايه في المباراة وبرضو وبرضو عايز اقولك على حاجة زي ما احنا بنشكر المرسلين انا برضو مشكر الناس اللي بتدي المرسلين الفرصة انهم يعملوا كده لان برضو الناس اللي في الستوديو يا كريم يعني انا حاس ان فيه حب متبادل خلاص الناس عارفة قيمة الراجل اللي في الملعب وهو انا كمان عارف قيمة الراجل اللي في الستوديو فاحنا بنحاول يعني نكمل بعض عشان نطلع شغلة كويس اللقاء التاني اللقاء التاني اللي كان مهمة قوي برضو بالنسبية لي هو ما كانش يعني هو بقى مكرر بعد كده لان انا عملته اكتر من مرة مع جياني انفنتينو رئيسي التحاد الدولي انفنتينو كان لسه متولد قيادة الفيفا وكان بتتعامل هنا في سهل حشيش حفل افضل لعب افريقي اللي فاز بيها ساديو ماني فانا كنت موجود وطلع لنا حد من اللجنة المنظيمة لها جماعة انفنتينو هيقف معاكم كلكم هناخد لقاء مجمع فوقفنا كلنا فعلا نخدنا اللقاء المجمع بس هو راجل تري على الكلمتين يعني هو كلام كليشي قوي اللي احنا حطينا المايك قال انا مبسوط في مصر ومش عارف ايقول الحاجات دي بس بعد ما خلصت حسيتنا انا عايز اسألوه فقلت طب مجرى بسأله كده معانا خلاص بقى كل ناس نزلت الملكات وإحنا نعمش فسألت وقلت له طب انا ممكن اتكلم معك هسألك سؤال واحد قال لي تفضل فطبعا سألته 44 سؤال الخدعة بتاعدنا جميعا هي همه 30 ثانية 30 ثانية 30 ثانية 3 ايام بس هو كمان انا يعني برضو دخلت له من حتة عجبته يعني احنا كنا بنتكلم قلت له طب انت النهاردة بتشوف مصر عاملة ازاي وشوفت التنظيم والاداء بتاعي ان كنت متوقع ان يبقى كده قال لي لأ بصراحة منباهر طب ايه رأيك ان موضوع البالوندور ده يتعامل في مصر عودنا مثلا نغير فكرة ان قال لي دي فكرة جامدة جدا يلا نعمل كده ومش عارف ايه طب انت لو هتعمل فتحت بقى معاما وضيعه كتير جدا فقعد بقى يكلمني عن حياته الشخصية عجبه الموضوع جدا اه حياته شاي اه حياته شاي احنا انبسطنا معه لدرجة ان احنا بقى اعرفني يعني هو موجود في مصر مصر اخر مرة دي اما قابلته قال لي هاي مش عبو وكان فاكرني في نفس الان اتنقلت من القناة دي للقناة تانية فهو قال لي لأ اخبرك ايه وقعدنا بقى ان نهزره بتاع فدول الحاجتين اللي معلمين معايا جدا لان يعني انفراد بانفنتين يمكن الناس كلها في مصر يعني كل زملائي يسجلوا معايا بس الانفراد بي في الوقت ده ان هو لسه متولئ الفيفا وكمان اللقاءات اللي مع اللعيبة اللي احنا بنتكلم ان انا انزكت صورتهم عندي في القوضة بقى روبرتو كارلوس وسالجادو فاجأة ليت نفسك بتتصور معهم وبتتكلم معهم في اول انطلاقة لك بالزرق اه حاجة صعبة جدا فدول اهم حاجتين طيب لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا جدا مع احمد كان وابراهيم وامر بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله اهلا بحضراتكم مرة اخرى ابراهيم عمر وامر كان ومرسلان رياضيان من الناس المميزة جدا في سوق الاعلام الرياضي دايما عندهم لقاءات وعندهم كواليس رائعة جدا متشرف جدا بتواجدهم معايا النهاردة لسه هذا الحوار مستمر معاهم ابراهيم طبعا الشغل في الممتاز مع الاهلي والزمالك تسافل اهلي مع افكاس عامل انداف الامارات تسافر مع منتخم مصر في روسيا الشغل ده اي شغل بيبقى صعب واي شغل بيحتاج مجهود كبير جدا بساكين لما بتنزل بقى الدرجة التانية تعمل شغلي في الدرجة التانية الامور ممكن متبقاش قاسة ممكن تبقى اصعب انك تعرف تاقي طلع باللقاء كويس في ظروف ممكن يبقى فيها مش نفس الامكانيات في الدول الممتاز ايه الكواليس اللي عندك في الدرجة التانية تحديد بص انا اشتغلت درجة تانية خلال السنتين ثلاثة اللي فقتو لكن انا بحب بحب جدا لما بنزل المتشاب تاعد الدرجة التانية دي لان انت بتحس كده انت اللعيبة والناس اللي موجودة مفيش عليهم مسبوط يعني تقريبا في ناس كتير جدا محدش يعرفهم فانما بنزل عايز سجل باللابة بعايز سجل مع اللعيبة كلها بس عشان الناس عشان المتشاب دي تتزعب بفيها كويس كتير جدا يعني أنا أفكر مرة وإحنا بنلعب في نادي المعالي في واحد عدى بجموصف ولم أمرش الشنغال لا بيجد والله العظيم واحد عدى في الملعب كده ومرة كان واحد العيب معنا كان بيرمي زيو أنت بتلعب وأنا بلعب كان بيرمي قاوت لا ما دي حاجة من الحاجاته لسه موجودة لغاية دلوقتي بيرمي القاوت رح واخد واخد الكرة كان قاعد في الشباك وراه والملعب البيت أهو الملعب هو بيعمل قاوت رح واخد الكرة منه في الشباك ودخل جوه اهو الله عصير لا لكن في الموتشوف بيبقى فيه وبتطلع كمان بلقاءات كويسة يعني أنا كمان ايه اللقاء في تطلع لا لقائي مع كابتن الرضا عب عادي يعني كمان اللقاء ده كنت قاوت في كدر واللقاء ده يعني كان كان لقاء يعني عليه كابتن رضا زعل وكان عليه مشكلة وسبني ومشي بس الحدوتة اللي أنا مغلبتش أنا بسأله الفرقة الطنطة بيلعب بيها ومعها قوام الدوري يعني معها سبعين في المية أو تمانين في المية من اللي كانوا بيلعب بيهم في الدوري الممتاز وخسروا المطش كانوا بيلعبوا النجوم وبقول أخير وكمان الطنطة نزل درجة تالتة بعدية يعني نزل هبط فبعد المطش بقول لها كابتن رضا دلوقتي الخسارة جديدة والوضع ايه فتعصب وتنرفز وحدوتة وأنا بحبش اللقاءات اللي من النوعية دي أنا ما بحبش اللقاءات اللي بتعمل مشاكل ما بتتعمتش تاني مشكلة وتستفاجز ديب لا 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 خالص 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 أنا ما بحب يعني النوعية اللقاءات دي أنا عن نفس أنا ما بحبهاش لا 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 خالص بس بتبقى بقى اللقاءات دي حلوة قوي لما بتبقى حضر ايه يعني كانوا حضر مطشات درجة تانية أكتر مني حضر كواليس أكتر مني أغلب الحاجات اللي أنا حضرتها في الدرجة التانية اللي هو فرحة صعود مثلا فرقتين بيلعبوا بعض خلاص يعني أنا حضرت مطشات صعود كتير حضرت مطش صعود لبجونا مطش الصعود حضرته حضرت مطش الصعود بتاع البنك الأهلي كان فيه ايه تاني كان فيه تقريبا تقريبا أنا حضرت من سنتين كان كان فرقتين كان فيه فرقتين بس كان فيه فرقتين أنا عايز أفتكر بس الفرقتين كانوا ايه اللي هيكسب هيصعد 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 دوري ممتاز والفرقة اللي قدامه كانت شبين لا 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 اللي هيكسب هيصعد وشبين لو خسر ينزل لا 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 ما كانش سراميكا ما كانش سراميكا شبين كسبش الترسانة وشبين الترسانة وشبين الترسانة وشبين بالضبط كان في استد العبسية لا لا يا كم انت جاملا انا ما هيعدم جامل شواء انا ما هيعدم جامل شواء كان الترسانة وشبين الترسانة لو كسب يصعد. الشبين لو خسر ينزل درجة ثالثة. الشبين يومية كسب اتنين واحد. فانت بتتكلم في مطش من اول ما الحاكم صفر بدأ المطش. الغاية ما نهى نار. نار بمعنى كلمة نار. طيب. نفس الكس. كواليسك انت عشان عارف ان انت عندك شوية حاجات لطيفة في الكواليس في الدرجة التانية. بص اكتبا. يعني محتاجة اقول لك انه في حاجة يعني اقول اللي ينفع ايتيال. لا طبعا. انا بقلق منك. اقول اللي ينفع ايتيال. لا ارجوك. بص اكريمة هو الدرجة التانية. يعني يمكن انا اكون اشتغلت اكتر من برهيم شوية في الدرجة التانية. بحكم يعني ان المكان اللي يكون شغال فيه كان قريدي بيزيع الدرجة التانية. بس انا عايز ولك على حاجة. لا بجد والله مش هزار. اللي ما اشتغلش درجة تانية فايته كتير جدا. يعني ممكن يكون مش قصد ان دي خبرات طلع. بس فايتك كتير جدا لان فعلا متعة مش طبيعية. انت بتروح اكريم تحضر مباراة مثلا لدي كيرنس والمنصورة. والاتنين المركز الحداشر والتاسع في الدوري. مبارادر بنار. ودي كيرنس والمنصورة فارقة بينهم شارع. يعني فارقة بينهم حرفيا شارع. والاتنين من نفس البلد مطش مش ممكن. مطش مثلا المحلة. لا لا لا. احنا كمان انا بكلمك في الفترة اللي افتقد فيها الدوري لمصر الجماهير. الحماس بقى بتاع ان انت تخش تلاقي فيه امور كتير مادة للسد. مبقاش موجود. انت بتروح مثلا مطشة بلدية والمحلة. انت مش فهم حاجة. انت مش متخيل. انا في مرة. انا في مرة. انا في مرة كنت داخل الملعب. فانا ايه يعني بحكم ان انا روحت كتير للملعب المحلة. فالناس عارفاني. حتى يعني الناس اللي بتأمن الملعب. عارفاني هم هم بيتغروش. فالناس تفضل لكابتر. فطبعا انا ما بسوط جدا مشهور بقى انك قوي. عاد الامام هناك انت مش متخيل. فداخل فمرة. فواحد واقفني. فواحد ما شاء الله انا كان جسمه كبير كده قال لي. بتشجع المحلة ولا الغزل. فانا انا بقى يعني فانا عملا بص علي اعني شوف اي لوجو لأي حاجة. شو اللي هو في شيء. شو اللوجو المحلة بتشجع المحلة طبعا. انا انا اصلا ما بشجعش. انا المحلة للغزل. انا جاي غطي المرش. لأ انت هتقول المحلة. المحلة بقت ايه في البلدية تيه بغزل. انا محلة. ايوه. تشجع البلدية ولا الغزل. فانا مش عارف اقول ايه. فقلت له. قلت له. وص انا يعني انا بشجعش في قطش. تستهبل. انت بيشتغل في الرياضة. قلت له. طبعا يا اسف انت بتشجع ايه. انا بشجع الغزل. قلت له انا كما بشجع. انا طلعت بشجع البلدية. قلت له. طبعا انا عملي. انا بجد. انا فاطرها ليزع Laura number one. يغزر معا يا الحمد الله جدا. ايه احد يعني اكن لنختك مرعوب جدا.. ما تشاط مثلا انا كريم. يعني انا حضرت مره مره ماتش لسرسل على المحلة بجد. جمهور الاولمبي مربعة في مبرالة سرسل على وده كان اول حاجة انزلها في الدرجة التانية كان بقى كتير او ما منزلش في الدرجة التانية فالمهم انزلت ففيه هم البيوت قريبة جدا من الملعب حتى انت رو رحت الملعب بتشوف يعني فيه بيت بني لسه فيه سقف تقريبا كده يعني الاخر دور مش معمول متعملول صورة ولا حاجة فيه حد قاعد على اخر دور حاطة كرسي وكباية شاي بقى وطرابيزة وعمال يتكلم بسبب تكلم صوته عالي جدا يعني جدا درجة ان الناس عمقى في الملعب وهو بيكلم الحاكم فالحاكم يبصوله ايه هتضرودني ولا ايه فهمت انا هموت بقى طبعا وقعد على سطح البيت صوته عالي جدا يعني التعليمات بتاعته صوته اعلى من المدرب الهم يكلم بيده اه فالماتش اللي بعديهم رحوا ليهوا بطبعا مرة بالعب والالماتش اللي بعديه هالعبوا انا عزيشوف الراجل جدا باجل بقى انت مش فاهم اعمل حالة من البهجة مش طبيعية وبيشجع بقى وبتاع فانا قلت يعني طلبت بالنس في القناة يا جماعة بعد اذنكم طلعوني المتش اللي جاي فاما دخلت الملعبة كريم ببص بعيني طبعا عايزة اتطمن على الراجل اللي اقول ليه تقعد فقه فعلا مع اثنين زباط وحطين ترابيزة ومشربوا شاي مع بعض عشان ما حدش اتكلم يعني اللي هو خلاص بقى انت تعبت الراجل امامن الدنيا فالدرجة التانية يا كريم فيها حاجات كصص جميلة جدا وبعدين اللي ابراهيم يتكلم عليه فكرة فرحة الصعود والمعاناة والخوف من الهبوط انت بجد يا كريم بتشوف ناس لأ بتشجع انتماء مش طبيعي الناس بتاخد الموضوع يعني موضوع عصبية وقبلية واللي هو لأ انا دي بلدي فبيبقى الموضوع اقوى كمان من انك تشجع حالي زمالك بس يا كريم كمان في نقطة انت بتبقى مسافر في المتشاط دي بتبقى مسافر 11 ساعة رايح بالعربية و11 ساعة جاية انت ما بتبقاش طيق نفسك ولا طيق الدنيا ولا طيق اي حاجة بتخش الملعب المتش يخلص بتشوف فرحة الناس دي انت بتنسى كل حاجة بتسجل معهم ترجع يعني ماتش صعود الجونة ده كان في اسنى اسنى دي على باب الملعب يفطأ 80 كيلو اسوان يعني اليوم ده 36 ساعة في الشارع نازل من البيت رايح اسنى خلص المتش ركبنا العربية ورجعين من اسنى على البيت بس انت الفكرة كلها ان انت يعني انت ماتش خلص وفرحة بقى الناس وفرحة اللعيبة وفرحة الجمهور اللي معاهم والتعب بقى وكمان بيصعب عليك اوي كمان في الدرجة التانية دي بالذات لما فرقة تسعد اول ما تسعد دوري ممتاز بيمشوا 80% من اللعيبة تريبا اه 80% 70-80% من اللعيبة ففرحة اللعيبة دي انت بتبقاعد شايف فرحة اللعيبة اللي هي صعدت وطلعوا دوري ممتاز وانت عارف اللي هم مشين اصلا كمان شهر هينزلوا تاني الدرجة التانية اه اه انت عارف اللي هم مشين كمان شهر فهي لأ بتبقى يعني بتبقى في حاجات كده اه لأ بتبقى يعني عشان برضو انا كفرق انا طالع على الممتاز عايز انافس باللعيبة ومجموعة لعيبة تقدر تنافس على الممتاز وهم من حق وكنادي يفكر كده اكيد سيرتبقى ظالمة ليهم اكيد نفسيا بتأكيد ابراهيم وعمر انت شرفتني ونورتني والله عزيزين ده بجوتك الحوار ممتع جدا انا استمتعت جدا بتاوجدك وانا استمتعت والله بوجودي معاك ووجودي معكانو وان شاء الله تتكرر ان شاء الله كانو انت بس انت لعبت كورة وعملت حاجة في النص كده شغولها تانية معلقة مش فاهمها تمام واشتغلت مناسي وانا اعطاك انت لازم تشتغل ممثل كمان اه يعني الدم الخفيف ده عنده افتهاد حضرة طول الوقت لا لا ده الافتهاد صاحي اه يا صاحي اه يا صاحي اللي في صاحي دي على طول حول شرفت نهارتك انا حيير مصطي جدا بتقولك معي انا مبسوط والله بجد ان انا كنت معك نهارتك بسوط طبع ان انا كنت معاك السلمان دي الله حل بجد والله لا والله ماشي اه كانوا يا ما لبسوا لا 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 الصرف باقي حاجاني شايفة انهول على الهواء اقولت معنا بدون ذكر الاسماء وانت مرين برضو اللي بتستفزيني يا اخي برضو نهارتك 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 دي كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 يارب تكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب على الأخير